سي ما قلتلك طاقتك كانت عبارة عن دفاع النفس. اول شي خلينا اقول الطاقات قبل ما انسى. الطاقات عنا برج. انا هذا بحس الميزان ما بعرف ليش. اه والقوس. عنا ناري مائي اكتر شي. هدول اكتر شي بيانوا. ممكن تتعامل معهم في هذا الشهر يا برج التور. اه الباين انك طالع من موضوع طالع من اه مشكلة زي ما قلتلك. حاولت او اطريت انه اه اتدافع عن نفسك. او خلال هذا الشهر. اه نفس المشكلة اللي شفناها في الشهر الماضي عم تكمل هلأ على خير. اه عم بشوفها. في امل كبير انه تنتهي لصالحك. عم تنتهي فعلا لصالحك. اه. في مشكلة. مشكلة دخل فيها اكتر من شخص واكتر من جهة خلينا نقول. يمكن تكون مشكلة قانونية. اه. عم بشوف اه. عم بشوف اك بتدافع عن نفسك اه طول الوقت. ولكن رح تاخد حقك لانه الجستس هون كتير واضحة. من بعد غموض من بعد انتظار رح تنتظر اه فترة انه تعرف شو النتيجة اه نتيجة الموضوع. اه. وكأنه هذا المشكلة ممكن يكون في في العمل. اه رح اه يعني في ناس رح يخبوا عليك امور. اه رح تكتشفها فيما بعد ورح يصير في جستس رح يصير في عدالة اه اكتر اه من انت ما كنت تتوقع. هذا من بداية الشهر يعني رح تحس في هذا الموضوع انه بلش يرجع لك حق اكبر لاش يكون في امل اه في تحقيق امنية هون في في العمل اكتر شي انا بشوفها. اه في عندك ا انا شايفة ممكن يكون بيدك شغلتين. عم تشتغل عملين في نفس الوقت. عم بتحاول انه تركز هذا الشهر اكتر شي على العمل. اكتر ما هو عاطفة. شايفة عمل اكتر ما شايفة عاطفة. اه والتور بشكل عام يعني بيهتم كتير بال بالعمل والمادة يعني نامبر ون بالنسبة له. من الناس العمليين اللي بيحبوا النجاح في العمل او انه بيحبوا الشغل كشغل يعني بحبوا العمل نفسه. اه وبيحبوا انه كل ما كان دخل يعني اكتر كل ما كان احسن فبشوفكم طول الوقت عم تشتغلوا. هذا الاشي عم شوي بيأثر على صحتكم. اه شوي عم اه بي بيولد عندكم من كتر التفكير في العمل في هاي المشكلة اللي انا قلت عنها اللي ممكن توقع فيها او اه ان شاء الله على خير ان شاء الله ما يصير في مشكلة ولا شي. اه ولكن ما حبي اخبي هاي الورقة يعني كتير اه باين يعني حتى لو ما قلت. ف زي ما قلت لك في امور رح اه تتخبى هون عنك. ولكن انت رح تكتشفها. رح تطلع من هاي الطاقة طاقة الاوهام اللي كانوا معايشينك فيها. لانه الكرت مقلوب. فرح تطلع من هاي اه الطاقة. وفي امل كتير كتير انه يرجع لك حقك مش بس هيك. كمان من عملك اللي انت عم تشتغل وقلت لك عم تشتغل شغلتين او عم بتحاول اه يعني يعني تفوت على بيتك اكتر من دخل. عم بشوف اه فعلا في عائد اخر شهر كتير كبير وكتير اه في خلينا نقول اه امل انه يعني تحسن امورك المادية. شايف الامور المادية افضل اشي في الورق يعني خلينا نحكي. اه في شخص رح يساعدك. شخص انت ما بتعرفه. اه رح يساعدك في حل هاي المشكلة. شخص من برج مائي ممكن يكونه او من برج اه ناري. شخص ممكن تتعرف عليه يساعدك في هذا الموضوع. اه يخلص لك الموضوع ما بعرفه. ولكن هذا الشخص اه على اه رتبة معينة على على منصب معين. اه عم بيكون بايدك يعني ايد بايد خلينا نقول. اه ويساعدك في موضوع من المواضيع ممكن يكون هاي المشكلة اللي انا قلتلك عنها. فان شاء الله ما يكون في لا مشكلة ولا اشي. وحتى لو صار هاي المشكلة رح تنتهي على خير عم بشوف. اه قلت لك رح تحقق كتير عائد كبير. رح يرجع حتى لو كان كان عندك اطفال على الاطفال على العيلة. اه على العيلة الكبيرة او العيلة الغيرة ازا كنت متزوج. اكتر شي بيّن بالورق. لكن في تحقيق امنية من بعد تعب من بعد مشكلة. من بعد اه ظلم معين. في جاستس. في اه عدالة. وفي تحقيق امنية. نشوف العاطفة بشكل سريع. مع انه طور مش كتير بهمه العاطفة يمكن. اه لا في سعادة. في سعادة في بداية جديدة. مع ذات الشخص. للناس اللي 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 مرتبطين او منفصلين. مع نفس الشخص اللي بيعرفوه او على العلاقة معه او منفصلين عنه. شايفة في بداية جديدة. في عواطف جديدة عم تنتعش. في اه في التقاء خلينا نقول. اه في خلي واحد تنين تلات اربعة خمسة. في عندك خمس اه يمكن خمس اشارات اه خمس ايام خمس شهور. لا ما بشوفها شهور بشوف هاد الكرت سريع شوي يعني ممكن خمس ايام. اه تسمع بشي حلو. عن الحبيب او من الحبيب مباشرة. من بعد ما انطعنت خلصت كل الطعنات خلص هدول عشرة خلصت كل شي. اه يعني ما ضل حدا الا طعانك. ما ضل حدا الا اه ما ضل حدا الا يعني غدر فيك خلينا نقول. لا وفي ناس عم تتفرجوا من بعيد يعني عم تتشمت خلينا نحكي. في الفترة من الفترات الماطية. ولكن انا شايفك بعد هذا كله اه يعني بعد ما كنت صابر اه شبر جدا وبصبر لمدة طويلة جدا. وهادي جدا جدا. ولكن لما العاصفة خلص اه تيجي عنده بعصب بيطلع كل اللي بقلبه بيعمل اللي اللي كان يلازمين عمل من زمان. فشايفي انه من بعد صبر على ناس كتير عم. وخاصة من الحبيب. انا شايفة انه هون بما انه فتحنا على العاطفة عم بيكون الغدر من الحبيب. اه عم بشوفك اه عم بترتب الامور. عم بتصبط الحدود. حدود الناس. كل حد بتحط له حده. حتى الشريك او الحبيب عم بتحط له حد. عم بتغير من حياتك. عم بتغير من نوع حياتك. اه شايف انه الناس اللي امنت لهم غدروا فيك. اه بشكل عام. اه شايفي شايفيتك عم يعني بس انا بوصيك انه شوي شوي يعني مش مش اه كتير تعصب او كتير تكون ناري هاي الفترة. اه شوي شوي الامور تاقتها. ولكن انا بشوف معاك يعني كتير انت شفت كتير اه مر عليك. خلال الاشهر الماضية كان في كتير طعنات كان في كتير غدر من ناس انت ما بتتوقع منهم الغدر. اه يعني الحبيب والقريب وكله ما بعرف كيف الوضع كاين عندك كتير سيء بالفترة الماضية. ولكن ترجع اه في كمان امنة في الحب ممكن تتحقق. ممكن يكون حب في العمل. اذا كان خاصة الناس اللي عم بيحبوا او الشريك تباعهم في العمل راح يكون كتير هذا الشهر واعد خلينا نقول. فيه التقاء فيه فيه رجوع للناس المنفصلين حتى للناس المتزوجين او اللي على العلاقة. عم بشوف فيه تطور في العلاقة. فيه تحريك للامور هذا عم بتكون الطاقة كلها نارية. فيه تحريك للامور في الجمود اللي كان عند برج التور طول الاشهر الماضية. المفاجآت اللي ما كانت سارة. وانا شاهدة يعني على كل الاشهر اللي كانت لبرج التور كان في عنده مفاجآت شوي مش سارة او مواضيع كانت تسير كان من ظلم فيها. فشايف لأ انه هاي هاي الفترة. آآ حتى عاطفيا في رجوع لقديم. وشايفيتك عم بتودع شي بتودع طاقة سلبية بتودع ممكن ادمان ممكن اشخاص سلبيين عم بتودعهم وتستقبل اشخاص ايجابيين آآ اشخاص ولكن شايفه فيه عندك حسد بالاوراق يا برج التور فبس تدير بالك من هذا الموضوع. آآ في الاوراق العاطفية بيان عندك شوية حسد. في ناس عم تطلع من بعيد بتحاول انه تخرب الامور تعرقل الامور ولكن آآ المركب تسير يعني زي ما بيقولوا والكلاب تعوي اشي زي هيك. فشايفة انو هاي طاقة الحسد بس نهتم فيها شوية نحصن حالنا ندير بالنا. تحذير لهذا الشهر لبرج التور شو عم بيكون?